لكن الأمة أكيد لعبة دور في الحياة مش هيسة جدال يعني ده مفروغ منه أمي هي التي أرشدتني إلى مكتبة البلدية أروح أستعير اسمها استعير أنا قلت أستعير كتاب ومكتبشي على الهوامش لأن فيه غير هيقراه طبعا ثم أنا رعت ميدان أسباكية اللي هو نبع كل مثقفي مصر صح ودقيت كتاب قريته اسمه إيران فوق بركان هو اللي طلع في شخصية الصحفي لأني بوهرت كان أول كتاب بصياغة بصياغة محمد حسنين كنت في الجامعة وقتها يا سيد مفيد ولا كنت أصغر كنت في الجامعة كنت سأقولها يعني بدايات أدب إنجليزي بدليل أن أنا أعملت جريدة حائط وكانت طرع هذه الجريدة الأميرة دينا التي صارت فيما بعد الملكة دينا زوجة الملك حسين كانت بتدينا شريفة دينا أسي يعني ما قال على فكرة لازم أقف لحظة وأقول أنا وأنا بكلمك دلوقتي ما بكلمكش كضيف برنامج أنا بتكلم بكل العواطفي وأحاسيسي حسين الله وكل ما جواي حسين الله ولذلك بطلع من جواي البوء الحقيقي لشخص مفيد فوسي صحيح طب خليني أرجع تاني طب قبل بقى ما نروح لحنين كده علشان هرجع أتكلم عن حاجة أنت ذكرتها عايزين نفهمها أكتر فضل وهو زي ما قلت كده وخاطبت رحمة الله عليها الإداعية أمال العمدة وقلت لها أنت علمتيني أدب الافتقاد أو أدب الفقد أدب الفقد والافتقاد والحقيقة عايزك تفسر لنا دي أدب الافتقاد شيء رهيب ليه لأنه لم يسمع الناس بكائي بصوت عالي جدا إلا في ليلة وضحة الكل الذين نظروني وللعزاء ده شيء حدث 2002 عشرين سنة عندما صرت وحدي كنت أكلم نفسي وكنت أحيانا أستشرها بصوت عالي قلت لها أنا كلمت حنان يا أمال بصوت عالي كما لو كنت مجنون أنا كلمت حنان يا أمال لأنك قلت لي حنان دي في عينيك أنا ما كلمتش حنان لي يا يوم يا أمال أقول هذا الكلام فكنت أحسس أن أنا في مخلوق أنا بكلمه وقعدت كده قد إيه يا أستاذ مفي تخاطبها كأنها موجودة في البيت قعدت فترة الحقيقة شريهان ثم اكتشفت أن الله وحده ضابط الكل يعطي للإنسان القدرة على نسيان من نفتقده من هنا ذكرت فكرة أنها علمتني أدب الافتقاد